اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية مش بس احنا اللي احتفلنا مبارح لا الحقيقة العالم كله احتفل مع النادي الاهلي بافتتاح ملعابه الجديد بالامس وده بيأكد انه المسيرة بمستمر مهم جدا وانا بتكلم مع حضراتكم اوضح لكم بعض التفاصيل المتعلقة بقصة رمضان صبح عشان الامور تبقى واضحة للنادي الهدف مش ان احنا نوصل رسالة لحد او نتكلم مع حد لكن مهم انه الجمهور يعرف بشكل واضح وصريح تطورات الموضوع من اول واخر والموضوع ابتدى الحقيقة من شهر ابريل اللي فات تحديدا يعني من شهر ابريل بدأ النادي الاهلي في المفاوضات مع هادسفيلد النادي اللي معاه بطاقة رمضان واللي بيلعب رمضان للاهلي على سبيل اعارة منه الفترة الاخيرة المفاوضات توقفت في البداية وهادسفيلد كان الرد بتاعه واضح وصريح انه في قزمة كورونا مكتاح العالم واحنا مش عارفين الدنيا راحل فين و مش عارفين الكرة هترجع ولا مش هترجع استمرت المفاوضات بين الاهلي وهادسفيلد بعد ما اكد اللاعب رغ시면 للاعب لنادي الاهلي يعني الاهلي لم يقوم بالتفاوض مع هادسفيلد الا بعد ما تأكد من رغبة اللاعب في اللاعب للنادي الاهلي واستمرت المفاوضات من ابريل لغاية لما تم التوسل وإحنا يمكن قلنا لحضراتكم أنه خلال ساعات من كلام ده من 3 أو 4 حلقات خلال ساعات هيتم حسم الأمور بشكل نهائي وده اللي تم بالفعل ما بين الأهلي وهدس فيلد يعني الاتفاق اللي حصل بين الأهلي وهدس فيلد أي إن كان المقابل المالي بقى لاتفقنا عليه في النهاية الهدس فيلد كان وصل في النهاية أنه طالب 4 مليون ووقف عندها الأهلي يمكن وصل أو نجح أنه يكسر الرقم ده بحاجة بسيطة لكن تم الاتفاق مع الهدس فيلد أنه في مقابل مادي هيدفع فيه سبيل الحصول على بطاقة رمضان صبحي وهنا بدأت القصة مع اللعب اللي طلب منه الأهلي أنه يبلغ هدس فيلد تاون برغبته في اللعب لنادي الأهلي وده حصل على مدار جلسة كان فيها حجة أنه هفكر هشوف هعمل جلسة واثنين وثلاثة لغاية لما أعلن اللعب وزي ما قلنا لحضراتكم عن رغبته في اللعب لنادي باختصار شديد جداً ممكن أقول لحضراتكم كده الأهلي بمن حضر نقطة ومن أول السطر وما فيش داعي نحن نخد فيه تفاصيل لكن أنا عايز أفكر جمهور الأهلي أنه الأهلي كان فيه أسماء عظيمة جداً وأساطير كبيرة جداً من أول التتشل صالح سليم للخطيب غيرهم وغيرهم وغيرهم منهم اللي اعتزل ومنهم اللي ساب النادي ومنهم اللي باع الجمهور لا الأهلي بطل يفوز ولا البطلات بطلنا نحصل عليها الأهلي ما بيقفش على حد والأهلي فوق الجميع الموضوع في الأول والآخر والآخر اختيار وكل إنسان حر في النهاية في اختياراته في حد ممكن يختار الفلوس في حد تاني ممكن يختار الكيان هو باكيج كل واحد بيحسبها حزبته فيه ناس بتبص تحت رجليها النهاردة وفيه ناس بصة لعشر وعشرين وتلاتين سنة قدام وكل واحد في النهاية هو اختياره ويتحمل مسؤولات قراره ويتحمل أيضاً مسؤولات اختياره بس خليكوا فاكرين دايماً وعندنا نمازج كتير أنا مش عايز أذكر أسماء ثابت النادي الأهلي وطركت الكيان دا ورجعت دفع التامن غالي قوي وصدقوني الفلوس ما بتعملش إنسان يعني فيه ناس ممكن تختار الفلوس في لحظة معينة وهي فاكرة أنها حصلت على كل شيء لكن أبداً فلوس مش ممكن تعمل بنيئة وخلييني أقول لحضراتكم مؤكد مرة تانية أنه الأهلي ليه فلسفة احنا بنتكلم على فريق عظيم جداً بطولاته في كل مش بتكلم على كرة بس бес 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 الاهلي ما بيحفظ على لعيب النادي الاهلي بيحافظ على فريق مشتان هل تتخيلوا حضراتكم انه الاهلي مش ممكن يدفع يعني هل تتخيلوا حضراتكم انه لو الاهلي عايز لعيب ما احنا عندنا كان كان اكتر من صفقة الحقيقة كان الاهلي مهتم بيها وشايف انها ممكن تمثل اضافة للفريق وفي بعض الاوقات كنا بتشوف مراكز معينة بعينها محتاجة دعم محتاجة تدعيم وكان فيه لعيبك وقاسة جدا وكان ممكن الاهلي يدفع بمنطقة السهولة المشكلة او المبدأ مش مبدأ متعلق بالمادة الفكرة انه الاهلي بيحافظ على فرقته وده الهدف الاهم وده الهدف الاسمة نروح مع حضراتكم بقى الحقيقة لمراسلنا شريف شعبان بالمناسبة كابتن خطيب النهاردة كان حضر تمارين الفرق في استعداد طبعا الاهلي لمباراة الانتاج الحربي والموضوع مش موضوع المباراة الانتاج الموضوع مشوار الفرقة ممكن تكون محتاجة دعم وده دور دايما المسؤولين في النادي الاهلي وعلى رأسهم طبعا كابتن محمود الخطيب خلينا عرف تفاصيل اكتر من مراسلنا شريف شعبان في النادي الاهلي يا شريف مساء الخير مساء الخير شريف ويا ريت مساء الخير يا زميلي احمد تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان وابدأ زي ما ختمت ويبقى الاهلي فوق الجميع يمكن من ملعب مختار التيتشي ملعب العظيم الملعب التاريخي للنادي الاهلي وتفاصيل تمرين اليوم نعرض تمرين تاكتك اكتر منه بدني ولكن كان بحضوره الاستورة رئيس مجلس الادارة الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب اللي حضر وتفرج على جزء كبير من مران اليوم وكان يمكن ما جاءوا مسلموا عليه طبعا الجهاز الفني ووقف مع مستر فيلر وكابتن سيد عبدالحفيز حوالي خمس دقيقة تكلموا فيها طبعا عن مبارات الغد بإذن الله بإذن الله يكون الفوز بكرة حليف النادي الاهلي يمكن الاهج الاهلي اتمرن في الخمسة ونصفه وكان فيلر مركز على العشرين نعب اللي هيكونوا موجودين معاه في القايمة لو حبيتها ولهم لك يمكن خاص وحاصر طبعا لشاشة نادينا شاشة قناة النادي الاهلي يمكن في حرسة المرمى الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير يمكن في خاطة دفاع محمود متولي رمي ربيعة محمد هاني أحمد فتحي السلية حمدي فتحي ديانجة أفشا محمود بوحيد معلول فخري اللعب الناشئ أجيي جيلاردو وليد سلمان مرام محسن باجي ومحمد شقر أيضا اللعب الناشئ يمكن دي قايمة الالعشرين اللي هتكون موجودة بكرة بإذن الله يمكن بعد قليل بعد تغييرهم لملابسهم هيتجه إلى فندق لقوم يمكن زي ما احنا شايفين في الكدر لو زميل حسام طبعا مخرجنا محمد داكروري يمكن يلفه معايا ويفره لمشاهدينك طبعا على الكدر الآن لعيب النادي الاهلي يمكن بيخرجه من غرفة الملابس وبيتجه إلى الحافلة وخلينا أقول لك طبقا للجراءات الاحترازية الأهلي بستعين بأوتوبيسين أو بحافلتين يمكن حافلة للعيب النادي الاهلي وحافلة أيضا للجهاز الفني وزي ما قلت لك كان في حضور مميز طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي اتفرج على جزء كبير جدا من تمرين اليوم ألعب حماس لعيب النادي الاهلي وفيلر النهاردة كان مركز على التشكيل اللي هلعب بها بكرة على الجمل اللي هتنفس بكرة على كور السبتة ومشاء الله النهاردة لعيب النادي الاهلي نفزوها بكل اقتدار يارب بإذن الله بكرة يكون يوم سعيد لنادي الاهلي وبإذن الله يقدر يحصده على سلاس نقاط تضاف إلى السجل أو في الترتيب الأول عشان يقترب خطوة مهمة جدا من تحقيق لقبه المفضل إليه لو في أي سؤال زمي بشكرك شكرا جزيلا زمينا شريف شعبان من ملعب التش دي آخر التطورات الخاصة أو آخر التفاصيل الخاصة بتمرينة النادي الاهلي وقلت لحضراتكم كابتن محمود الخطيب النهاردة زر اللعيبة وتكلم معاهم والحقيقة يمكن الدعم المعنوي في التوئيد ده مهم جدا وأن الفريق مقبل على بطولة مهمة جدا هي البطولة المفضلة ليه طبعا بطولة الأمم الأفريقية ومحتاج النوع ده من المسندة والدعم وده مش غريب دايما على قيادات النادي الاهلي اللي بتكون حضرة في كل المواقف خليني أقول لحضراتكم أنه بكرة طبعا إن شاء الله المباراة الرسمية الأولى النادي الاهلي على ملعب الانتاج الحربي هتشوفوا قصة تانية يعني مبارح طبعا 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 احتفال كان أكتر من رائع وجود شخصيات مهمة فكرة بس أنه الأهلي يبقى عنده الأستاذ بتاعه والملعب بتاعه وإحنا يمكن أن شرحنا الكل اللي تابعونا مبارح أنه جمهور النادي الأهلي إن شاء الله أول ما أبواب الأستاذ تفتح لاستقبال الجمهور هيعيش تجربة زي اللي موجودة في أوروبا هنشوف فكرة مختلفة تماما عن أي مرة رحنا فيها زورنا أو دخلنا ملعب كورن تابع مطش هنشوف حاجة على أعلى مستوى هنشوف راحة هنشوف كل الإمكانيات متاحة داخل الأستاذ من ناحية التنظيم ومن ناحية الإبهار هتشوفوا الصورة بتشوفوها من داخل ملعب لأوي مرة ومش بس اللي هيروح حتى اللي هيتابع المباريات كمان من خلال الشاشات هيشوف نقل مختلف تماما وأتمنى إن شاء الله أنه ضربة البداية بكرة مع الانتاج الحربي كمان مع فوز النادي الأهلي بالمطش إن شاء الله اللي يضمن له ثلاث نقط يكون كمان بيقدم لجمهوره اللي هيتابعوا من خلال الشاشة عرض محترم الموضوع كمان الحقيقة مرتبط باستفادات على كل مستوات شرحنا ناحية الاستثمارية مبارح لحضراتكم وقلنا إن كل الأطراف الحقيقة سواء كنا بنتكلم على النادي الأهلي أو الراعي شركة المصارية الصلاة شركة وي أو حتى الانتاج الحربي واستاد السلام كلهم الحقيقة حققوا مكاسب كبيرة جدا يمكن نستعرضها مع حضراتكم في بعض التفاصيل لكن خليني أروح مع حضراتكم لبعض العنوين اللي اتنشرت وإحنا يمكن نبتدينا الحلقة النهاردة بتهنئة من الفيفا للنادي الأهلي على افتتاح الاستاذ الجديد فيه الحقيقة أفريكا توب سبورتس نشرت عنوان كتبت فيه ملعب جديد للأهلي ده أحد الموقع الأفريقية المتخصصة الحقيقة اللي قالت فيه واحد من الأخبار المنشورة على الموقع أنه النادي الأهلي افتتح ملعبه الجديد في القاهرة مبارح عشان يلعب الفريق الأول لكرة القدم مبارياته على استاذ الأهلي وي السلام للسنوات الخمسة وعشرين اللي جاية والحقيقة كمان أنه الأهلي كان نتعود أنه استاذ القاهرة هو اللي يستضيف مطشاته قبل كده قرر أنه يتنقل بيه الملعب لأستاذ السلام وكلم على المطش الاستعراضي اللي احنا تابعناه والحقيقة احنا يمكن نشوفنا مبارح عدد كبير جدا من نجوم كل دول كانوا بيمثلوا نادي الأهلي في يوم من الأيام وكل دول كان كل واحد منهم الحقيقة يشيل فريق وكل دول اعتزلوا لكن الأهلي الحقيقة استمرت مصيرته وما تأثرتش وعمرها ما اعتقدناها ممكن تتأثر بغياب أي نجم أين كان حجمه خليني أقول لحضراتكم بالمناسبة دي أنه الفترة اللي جاية عندنا الحقيقة وبيتهيألي ده هيفرق كتير وهتشوفه في الملعب مساحة أكبر لكل النجوم اللي موجود الأهلي الحقيقة قايمته مليانة بالنجوم وكل النجم منهم الحقيقة يشيل فرق في مساحة موجودة وأعتقد أن ده يساعدهم بشكل كبير جدا على التقلق عندنا صفقات مهمة جدا زي طهر محمد طهر عندنا أولاد بياخدوا خبرة وتجربة بره أنا شايف أنه ودي بقية نظر شخصية يعني أنا أتحمل مسؤوليتها عندهم كرة أفضل بكتير جدا من ناس تانية ولد زي أحمد حمدي أنا شايف ده مستقبل الكرة مش بس في الأهلي كمان في مصر الولد ده بس يقرس على نفسه شويتين صالح لو أرس وصالح أنا عارف الحقيقة كل الأخبار والدوائر اللي حواليه بتقوله أنه مركز بشكل كبير جدا فإن شاء الله بإذن الله دايما القادم أفضل بالنسبة للأهلي نروح لأكتشو ديلي اللي حقيقة نشرت عنوان أنه الأهلي استلم بالفعل ملعبه الجديد وقالت أنه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولات المحلية في مصر وفي القارة السمراء بيأمل كمان في الانتهاء من تأسيس ملعبه أو إنشاء ملعبه الخاص به مع نهاية عقد الإيجار أو عقد حق الانتفاع اللي هو بيستمر لمدة 25 سنة والغاية ده ما يحصل هيتم تغيير ملعب أو استاد السلام إلى استاد الأهلي وهتكون أول مباراة اللي هتقام بكرة زي ما قلنا لحضراتكم إن شاء الله على الملعب الجديد ضد الإنتاج الحربي بالنسبة مثلا للخليج الإماراتية نشرت عنوان كتبت فيه إنه الأهلي المصري بيتسلم ملعبه الجديد في احتفالية تاريخية الصحيفة أشارت كمان إنه النادي الأهلي أقام احتفالية كبيرة جدا على أرضية استاد السلام اللي تحول لأستاد الأهلي طبعا بعد الاتفاق بشكل رسمي مع شركة استادات القابضة وتم توقيع الاتفاق في وقت السابق بين الطرفين والحقيقة كلمت بشكل كبير رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب وكل عضاء مجلس الإدارة بالإضافة لرئيس شركة استادات الأستاذ محمد كامل والأهلي الحقيقة يمكن أنهل مرحلة الأولى من الترتيبات الخاصة بتجهيز استاد السلام اللي بتضم بقى عدد من عمل التطوير منها غرفة الملابس تغيير كل لوحات الإرشادية حول الملعب تم تركيب كمان شاشات تليفزيونية جانب مدرجات الدرجة التانية والدرجة التالتة المرحلة التانية يمكن هتضم كمان تجهيز عدد من الملعب الفرعية وزي ما قلنا لحضراتكم كمان هيكون فيه متحف خاص بالأهلي وغرف وأماكن خاصة بالناشئين نشوف بقى ونسمع رأي الجمهور الأهلاوي الحقيقة ردود الأفعال مبارحة على افتتاح استاد الأهلي كانت عالمية على السوشيال ميديا كاميرا السادسة كانت موجودة الحقيقة مع الجمهور الأهلاوي ونشوف ردود أفعالهم هنشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة بعد الفاصل النادي الأهلي نادي عريق على مر العصور والزمان وخرج نجوم في القرى وفي جميع الألعاب الرياضية حاجة مشرفة جدا كنت مسترين من زمان وانا كل فخر كل فخر نفتح حاجة زي كده بس اللي ودي ودي نفتح الجمهور بقى حاجة محترمة جدا قال النجح أنه ياخده 25 سنة وبعد 10 سنين نحط الشعار بتاعنا عليه واسمين عليه حاجة شيء جدا ببراحة ويبتدح بالصراحة اللي درم ما أصرتش خالص طبعا دي حاجة جميلة جدا أن يكون يعني إعلان دياليها نوادي خاصة أو أستاذ خاص بيها ده طبعا بيسر الرياضة في مصر بشكل عام فرحة كبيرة جدا ونادي الأهلي دايما ستباه في أي حاجة يعني نادي جديد ويعني في كل حاجة وطبعا لقد درت النادي الأهلي بصراحة بقت مهتمية بموضوع النادي ده وده كان شيء اللي دم كان يتعامل من سنين النادي الأهلي ما يقلش أي أهمية عن أي نادي في أوروبا اللي هو يبقى ليه الساد دي كان المفروض يبقى ليه الساد من زمان قوي مش من دلوقتي هو افتتاح النادي مبارح جميل وحاجة تيكولوجيا عالية تيكولوجيا حديثة النادي الأهلي ده نادي الشعب الفئير قبل الغني ويمكن الفئير أكتر من الغني إحنا ما بروحش نادي الأهلي بس إحنا بشوف متوشة عالمية للنادي الأهلي أحسن من أي فرقة تانية في الدور أكيد كنا موصلين جدا كلنا وديه خطوة جميلة جدا ونتمنى للنادي اشتركوا في القناة